مرنة عيرود هي الطبيبة السورية التي تحولت من مهاجرة بسيطة إلى بطلة رحلة تفوق في تخصص نادر فكيف تفوقت بهذه السرعة وكيف أبهرت اليابانيين باحتراف لغتهم ولماذا غيرت مسارها فجأة من ألمانيا إلى توكيو الأقدار صاحبة الكلمة الأخيرة هكذا عاشت الطبيبة السورية مرنة أهم قصص النجاح إبهاراً بما حققته من إنجاز استغرق أمثالها عمراً للوصول إليه بينما كانت هي الأسرع وصولاً بتريقة لم تكن هي نفسها تتوقعها فماذا صنعت مرنة ولماذا رفع اليابانيون أمامها القبعة احتراماً لنجاحها رحلة تفوق مرنة جعلتها أول طبيبة سورية في اليابان بعد أن تحولت عيادتها إلى مقصد دائم لأصحاب أزمات النظر والإبصار هم يدخلون إلى العيادة لتوقيع الفحص فيجدونها أمامهم سيدة عربية وقورة ترتدي حجابها الأبيض وتجلس باتزان تواقع الفحص الطبية وتبدأ طمأن تزائر عيادتها بأن شفاءهم مسألة وقت إنها لا تكتفي فقط بالفحص وكتابة الأدوية لمرتادي عيادتها بل تعمل كذلك على تقديم الدعم النفسي لهم لكنهم لا يعلمون أن طبيبتهم التي أبهرتهم لم تكن بلادهم وجهتها من الأساس لأن مرنة كانت وجهتها الأولى إلى ألمانيا حيث درست اللغة الألمانية جيدا ووصلت فيها إلى درجة الإتقان قبل قرارها الصفر إلى بيرلين لاستكمال الدراسة لكن أقدار الحياة ليست دائما وفق مراد البشر كانت بداية الدكتورة مرنة مع الطب منذ مراحل عمرها الأولى حيث اهتمامها بصحتها وتحديدا صحة العينين وكانت تمثل بين زملائها دور الطبيب أثناء لعبها مع أبناء جيلها ولم يكن ذلك سوى تعبير عن رغبة دفينة في تحقيق أمنية العمر بالعمل طبيبة في تخصص العيون ارتبطت الدكتورة مرنة بشريك عمرها وكادت أن تقترب من تحقيق حلمين حلم الارتباط بإنسان تحبه ويتبادلان المودة والإحترام وحلم استكمال الدراسة وفي يوم تقدم الشاب إلى عائلتها لخطبتها علمت منه مفاجأة مفادها أنه يستكمل دراسته في اليابان وأنه يستوجب عليها السفر معه إلى هناك وأن تبرمج أحوالها على ذلك لم يكن القرار بالنسبة لمرنة مجرد خطوة تحتاج جمع المعلومات كان عليها أن تحسم أمرها باتخاذ قرار مصيري حاسم لكن ماذا ستفعل وقد درست اللغة الألمانية ورتبت جميع أمور حياتها على أنها بصدد السفر إلى ألمانيا واحترفت لغة ذلك البلد الأوروبي وستكون حال موافقتها على السفر مع شريك العمر أن تتعلم اللغة اليابانية أخيرا استقرت مرنة على الرأي الحاسم حبا وإخلاصا لشريك عمرها وقررت الموافقة على الارتباط به ويبدو أنها نالت مكافأة إخلاصها في وقت لاحق حيث سافرت إلى اليابان واحترفت لغة ذلك البلد بشكل تام إلى أن أصبحت طبيبة متفوقة في مجال العيون أبهرت اليابانيين ليس فقط بتفوقها ولكن بقصتها الملهمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر